خطر حقيقي يواجه أهوار ذيقار هذه المسطحات المائية الجميلة التي تشكل ثروة اقتصادية كبيرة للبلد مهددة بالزوال هذا العام كان الأقسى على أهوار الجنوب حتى تقلصت حجمها بشكل مرعب بعدما جفت مياهها ونفقت أغلب الحيوانات التي كانت تربى فيها ما تسبب بهجرة أغلب ساكنيها نحو المدينة فضلا عن ضعف السياحة فيها بعد أن شهدت إقبالا واسعا قبل نحو ثلاثة أعوام لكن هذا الجفاف أثر كثيرا وارتفع مستوى البطالة والهجرة المحلية من التشبايش بما أن قطاع السياحة ومناطق الأهوار هي جزء من اليونسكو والاهتمام بالأهوار رعيتها فالمفروض أن يكون هناك اهتمام حكومي من قبل الحكومة والضغط على الدول المجاورة لإطلاقات المائية لعودة الحياة للمناطق الأهوار صار التأثير كل شيء قوي عليني تأثير ليس على شركة سياحة أو سفراء أو نقل مسافرين لا تأثير حتى على المحلات والمطاعم يعني عندما تجيك زمان كانت تجيب باصة طوقة فنانا نزلون يتجولون المسافرين وشوفوا المحلات ويشتري من عندي أو يشتري من غير المحلات أو يستسوق عندما يصير فهذا صار التأثير على الأهوار 100% عن المحافظة الحكومتان المركزية والمحلية فشلتا في تدويل الأهوار وجعلها أماكن سياحية عالمية فقد كان موضع اختبار حقيقي للحكومات المتعاقبة خصوصا بعد إدراجها على لائحة اليونسكو لكن لم تستثمر بصورة حقيقية في الضغط على دول المنبعة لزيادة الإطلاقات المائية ملف الأهوار خطر جدا باعتبار فشنة في عملية عولمتة أو تدويلة للدول العالم لأسيما أنه كان موضع اختبار حقيقي للحكومات العراقية المتعاقبة بعد إدراجها على لائحة التراث العالمي وللأسف هذا الموضوع ما استثمر وبالتالي هو ممكن كان يمارس لعملية الضغوطات دولية على دول المجاورة اللي هي ممكن يساعدنا بزيادة إطلاقات المائية وبالتالي هذا المناخ ممكن يساعدنا بعدم بتنوع للتنوع الإحيائي وعدم قتل التنوع الإحيائي الآن نشهده الجفاف في أهوار الشبايش وصل إلى أكثر من 90% بعد هجرة أكثر من 600 عائلتين من أهوار الشبايش فقط الأهوار في خطر والأسباب متعددة يأتي في مقدمتها الجفاف الذي ضرب الأهوار حتى بات يهدد نظامها وبيئتها الطبيعية كما يهدد بحثفها من لائحة التراث العالمي من ذيقار سعد الركابي الفلوجة